موسيقى حياكم الله للمرة الثانية خلال فترة وجيزة حالات تسمم غذائي تصيب العشرات من طلاب جامعة الأزهر في مصر الحديثة تأتي في وقت تشهد فيه المدينة الجامعية وقفات احتجاجية تطالب بإقالة رئيس الجامعة التحقيقات التي باشرت بها الحكومة حول أسباب التسمم لم تنتهي بعد في حين تنقل صحيفة اليوم السابع مسؤول في الأزهر قوله إن التقارير الطبية تعزز فرضية افتعال أزمة سياسية للإطاحة بالدكتور أحمد الطيب من منصب مشيخات الأزهر اتهام تستأنس به قوى المعارضة التي ترى أن جماعة الإخوان تحاول أخوانة الأزهر ومصادرة دوره في الداخل والخارج لا سيما بعد الاحتفاء الذي لاقاه الطيب في دولة الإمارات العربية مؤخرا الحفاوة الخليجية بشيخ الأزهر يرجعها البعض لموقفه المتشدد من انفتاح الرئاسة المصرية على إيران أما داخليا فالخلافات بين الطرفين تنطلق من مشروع السقوك الإسلامية وصولا إلى أغلب طروحات الإسلام السياسي في الحكم وإدارة الدولة يقول المدافعون عن الإمام الأكبر فما هي حقيقة التسمم الغذائي المتكرر في الأزهر وكيف يمكن توصيف العلاقة بين مشيخة الأزهر ومؤسسة الرئاسة للنقاش معنا من القاهرة عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريع والقانون في جامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار ومعنا من القاهرة أيضا المتحدث الرسمي باسم طلاب جماعة الإخوان المسلمين السيد سهيب عبد المقصود ومعنا أيضا رئيس اتحاد طلاب حلوان وعضو لجنة الطلاب بالتيار الشعبي السيد إسلام فوزي نرحب بجميعنا أو بضيوفنا جميعا ونستهل هذه الحلقة بتقرير لمراسلنا في القاهرة محمد العارف إهمال بطعم السياسة هكذا وصف بعضهم واقعة تسمم ما يقرب من مئتي طالب في المدينة الجامعية بالأزهر في القاهرة للمرة الثانية خلال شهر شكوك ذهبت في اتجاه التسليم بصحتها ولسيما بعد تصريحات مدير مستشفى الديمرداش حول أن الطلبة ادعو التسمم وأن تحليل الدم أظهرت خلو أجسامهم من أي مواد مسممة آخرون قالوا إن هذا الحادث مفتعل من قبل طلبة جماعة الإخوان داخل المدينة الجامعية بقصد توريط شيخ الأزهر لإقالته كي يحل مكانه آخر ينتمي إلى جماعة الإخوان قسم آخر من الطلاب يؤكد أن الحادث ناتج عن الإهمال من قبل الموظفين وأن حالة الطعام سيئة بالفعل وهو أمر أكده بعض مدير المستشفيات إحنا من شهر كامل وإحنا بنعاني من موضوع التلوص الأكل يعني إحنا عضرتك مرة جابوا لنا لبيا مساوسة وجابوا مرة أكل فيه دود تمام وختمت من مرة بتاعتم بارح اللي هو جابوا لنا الفراخ متسمم أصلا متسمم غزائي إحنا أمدنا أي نازل معوية نتيجة أن الأكل فيه أي تغيرات ما تخزنش كويس أو قد يكون يعني تحط برة اللاجة في الصيف حصل نمو بكتيري في شوية ده بنسميه وتسمم غزائي يعني يمكن الناس مش فاهم عن تسمم يفتكرون أنه مادة سمة ده اجتباه في تسمم تناول طعام ملوث وزارة الصحة استنكرت تصريحات مدير مستشفى الدمرداش مؤتبرة أنه يستغل منصبه لخدمة مصالح سياسية معينة ما ذكره الدكتورة الطبيب المحترم أنه لم أطلع عليه بشكل مباشر لكننا نحن في وزارة الصحة نتعامل مع تقارير نتعامل مع تحليل موثقة ليس لنا علاقة بالشأن السياسي بشكل أو بآخر لا يمكن أن يدعي إنسان أو شخص ويأخذ فيه القيئة والإسرارة تحضر من جهتها حذرت المعارضة من إقحام الأزهر وطلابه وشيخه في المشهد السياسي مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بشيخ الأزهر من أي فصيل أو نظام فصائل سياسية بعينها تسعى بكل بطريقته الخاصة للسيطرة على الأزهر من داخله وتحويله إلى أداة لتحقيق أطماعها وطموحاتها السياسية الخاصة هذه الاتهمات نفتها جماعة الإخوان المسلمين وحملت إدارة جامعة الأزهر مسؤولية حدوث حالات التسمم مطالبة إياها بالاستقالة محمد العارف القاهرة الميادين نبدأ مع سيد صهيب عبد المقصودة المتحدث الرسمي باسم طلاب الإخوان المسلمين مرحبا بك سيد صهيب أين أفضلت التحقيقات حتى اللحظة فيما يتعلق بحالات التسمم أهلا وسهلا أنا علمت أنه في الوقت القريب بسم الله الرحيم يعني آخر ما وصل إلي أن أغلب الطلاب أو لم يكن كل الطلاب خرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى من المستشفيات في المرحلة الماضية يعني بسبب تحقيقات ما ذالت مستمرة من قبل النيابة لمعرفة أسباب الحادث الأخير وإن كانت انتهت في التحقيقات الماضية إلى أنه كان هناك قصور واضح في جامعة الأزهر وفي داخل إدارة جامعة الأزهر من أسباب إهمال واضحة للطلاب طيب دكتور عبدالله النجار حضرتك عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة والقانون في جامعة الأزهر لغض شديد الآن حول حادثة تكرار التسمم الغذائي للمرة الثانية على التوالي وهناك تضارب في المعلومات حول ما إذا كانت حادثة مفتعلة أم أنها حقيقية على أي حال التحقيقات من قبل وزارة صحة لم تصدر بشكل نهائي برأيك إلى أي حد ربما قد تكون هذه الحالات هي حالات حقيقية يعني تعود لأسباب متعلقة بالصحة العامة بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا للأسف حوادث ما يسمى بالتسمم الغذائي هذه حوادث لم نسمع عنها منذ عشرات السنين وأذكر وأنا طالب كنت أسكن في المدينة الجامعية وظللت بها خمس سنوات ما شكونا مرة واحدة من مثل هذه الأمور صحيح كان بتحصل حالات فرضية أو شبه جماعية من مثلا جراء تلوس غذائي طارق وكانت المسألة تنتهي مثلا بتلافي السبب دون تطاول على القيادات وعلى الأساتذة وعلى رئيس الجامعة وعلى شيخ الأزهر وكانت الأمور تمر لأن هم طالب العلم خاصة العلم الإسلامي ليس مسلطا على بطنه بهذه الصورة التي تختلق كل يوم حادث غذائي هذا يقول في التونة فيها دود وإذا كان فيها دود لماذا تأكلها وهذا يدعي أن هناك رائحة كريهة وما نظن أن مثل هذا الأمر يكون مبرر معقول لذوي العقول المفكرة إذا كان فيه فساد في الطعام بيبقى واضح ولا يوجد أحد على ظهر الأرض يقبل الإهمال أو أن طالب يوضح في هذا الموضع كلنا حريصون على صحة الطلاب وعلى أن ينالوا حقا يعني دكتور حضرتك تشكك بالمطلق فيما يتعلق بكل ما يقال وما يثار حول تسمم غذائي أم أنه ربما موجود ولكن يضخم من حضوره ويهدف منه إلى أبعاد سياسية أنا حافترض على أسوأ الاحتمالات أن هناك تسمم غذائي حافترض هذا لكن إذا كان ذلك على فرض صحة هذا الافتراض هل يكون رد الفعل أن يتطول الطالب العلم الإسلامي يا أخي يقوم على احترام الطالب لأستاذه ولا يمكن أن يستقيم علم أو أن تحسن التربية في طالب يتطاول على الأستاذ مش رئيس الجامعة أو شيخ الأزهر أو إمام المسلمين لا يمكن أن يستقيم التعليم بهذا الأسلوب المسلمون تعلموا عن أسلافهم ومن ضمن الأساس الذي يقوم عليه التعليم أن يحترم الخلف السلف وأن يكون التلميز بين يدي أستاذه مؤدبا مهذبا لكن أن يكون التعليم بهذه الصورة هذا نوع من الفساد الطربوي نوع من الفساد في التعليم لا أدري من الذي يقف وراء هذه المنظومة من الفساد وراء هؤلاء الشباب الأبرياء ليغويهم على هذا الفعل الذي يجعلهم في هذا الوضع السيء مع أساتذتهم بهذه الصورة القميئة التي لا يقبلها أحد ولا يقبلها الإسلام ولا تتفق مع مبادئ الإسلام في التربية وفي التعليم سيد إسلام فوزي دعني أعود إلى النقطة الأساسية لأسأل فيما يتعلق بصحة الاتهامات الآن فيما يتعلق بالتسمم الغذائي قبل أن أدخل إلى موضوع الاعتصامات التي تحدث في المدينة الجامعية ومطالبة بإقالة بعض القيادات داخل جامعة الأزهر برأيك هل هناك بالفعل سوء إدارة في التعاطي مع الطلبة داخل جامعة الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البداية أنا أكد أننا ضد أي خطأ إداري أو يحدث ضد الطلاب سواء في المدن الجامعية أو خارجها بس اللي بحب أأكد عليه أن اللي حصل في المدن الجامعية في مدينة الأزهر حاليات التسمم اللي حصلت ما فيش أي حد بيرضى بيها أو حد يوافق عليها وأن ما يعقبش الخاطئ في الموضوع ده لكن الموضوع بيستغل بطريقة سياسية بحتة ضد الأزهر الشريع لأن نفس الموضوع دوت لما حصلت المشكلة الأمنية في جامعة عين شمس ما شفناش جامعة الإخوان المسلمين طلعت وطالبت بإقالة السيد وزير التعليم العالي أو طالبت بإقالة رئيس جامعة عين شمس على الرغم من الحادثة أبشع من حادثة التسمم لأن ده حادثة دخول بلطجية وأسلحة مواد مخدرة ابتدت الجامعة تتحول من ساحة لتعليم الطلاب إلى مكان لبلطجية وعمال العنف وعمال أتجار في المخدرات وما لإنش أي تحرك لمن رئاسة الجمهورية أو من مجلس الوزراء أو من وزير التعليم العالي ورغم التصريحات والتأكيد على أن إدارة الجامعة عملت مع الطلاب وقالت لهم ابتدوا أن تؤمنوا نفسكم كل واحد يشوف تأمينه إزاي دارة الجامعة مش قادرة تأمينكم رغم كده رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي المسؤولين عن الطلاب بشكل أساسي واللي المفروض وزارة التعليم العالي أنشأت من أجل الطلاب يعني المفروض أي قرار يتاخد في الوزارة يكون في مصلحة الطلاب ما شفناش الوزارة تحركت أو عملت أي موقف تجاه الطلاب الطلاب اللي بينتهك منازلهم من قبل وزارة الداخلية زي الطالب محمود صفت طالب كلية التجارة كاسم العلوم السياسية الداخلية طلع أمر من نايب العام بالضبط وإحضاره قامت وزارة الداخلية باقتحام منزله الساعة خمسة ونص الفجر وقامت بتفتيش المنزل وتكسيره واخدت الموبايلات الموجودة مع أهله ورجعتها لهم كمان ساعة اسلوب ترهيب بحث اسلوب بفكرنا بأمن الدولة زمان لو وزارة الداخلية عايزة تقبض على طالب المفروض أنها تتواصل مع وزارة التعليم العالي وتقول لها في طالب مطلوب عند النائب العام بشأن 1-2-3 اللي هو الأسباب بتاعت الضبط والإحضار للعلم أن وزارة الداخلية تعلم تماما مكان تجوجت محمود صفت في عين حلوان لأن محمود صفت مقيم بالفيوم وطالب بجامعة حلوان ومقيم بشقة في منطقة عين حلوان وزارة الداخلية تعلم مكانه تماما لأنه أيام لانتخابات اتحاد الطلاب تم القبض عليه طبعا حصلت مشكلة في الانتخابات والتهموه أو الاسم جي وخدوهم أنهما التهموهم بيعملوا شغب بس بفضل الله برضو يعني أنت تريد أن تؤجد إسلام على أنه فيه ازدواجية في التعامل من قبل الحكومة مع الطلاب إذا ما قررنا ذلك بما يحصل الآن في الأزهر بالضبط يا فندم لأن الرساد رئيس الجمهورية اتصل برئيس اتحاد طلاب الأزهر طب ما اتصلش ليه برئيس اتحاد طلاب عين شمس ساعة لما حصلت عندهم الكارثة الأمنية البحث سؤال وجيه هو يعني لم يوجد معنى أو لا يوجد معنى حاليا ضيف من قبل الحكومة حتى نسأله هذا السؤال أعود إليك يا سيدة عبد المقصود صهيب أريد أن أسألك صهيب الآن طبعا من حق الطلبة أنه ترفض أي طعام إذا كان مسمم وبالتالي من حق أن تطالب بالتحقيق والآن في تحقيقات تجري حول هذا الموضوع لكن ألا ترى كما يقول البعض أنه بالفعل هناك استغلال لما يحصل الآن لأسباب سياسية يعني الموضوع لم يتعد فقط أنه مباشرة التحقيقات وإنما المطالبة أيضا بإقالة حتى شيخ الأزهر الإمام الأكبر يعني هو أنا قلت في البداية أن هناك تجاوزات حصلت من قبل الإدارة للطلاب وهناك انتهاكات واضحة لم نعترف بها نحن أنا طالب في جامعة الأزهر اسمح لأنقل تحياتي لأستاذنا الدكتور عبدالله والأخير زميل الإسلام ولكن أنا طالب في جامعة الأزهر وكنت رئيس للتحاد طلاب جامعة الأزهر في العام الماضي وما قبله وتاريخ الإخوان المسلمين يثبت تقديرهم الشديد لمؤسسة الأزهر ونحن أحرص ما نكون على حفظ هيبة هذا الصرح الشامخ الذي لا يمكن تسيسه ونحن نقتنع بذلك تماما وكلنا حرص على ذلك ولم يهتف طالب واحد من طلاب الإخوان المسلمين وأنا المتحدث من طلاب الإخوان المسلمين كنت حاضر في أغلب الاحتجاجات التي حصلت ومجرد أن فهم أن هناك سوء تفاهم من قبل أسدزتنا وعلمائنا في مشيخة الأزهر من أن هناك مطالبات بإقالة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لمن أكبر شيخ الأزهر أنا اتصلت هاتفيا بأستاذنا الدكتور محمد مهنة مستشار شيخ الأزهر واعتذرت له اعتذار واضح وقلت أتبرني ابني من أبنائك إذا فهم خطأ أي هتاف من الهتفات أو إذا فهم خطأ أي شيء من الأشياء يمس من هيبة مؤسسة الأزهر فنحن أحرص ما نكون على هذه المكانة ونحن أحرص ما نكون على هذه المؤسسة الشامخة كما قلت الدكتور الذي وضع في مصر والذي وصف من البعض بأنه دكتور الإخوان المسلمين هو الذي نص نص صريحا على أن الأزهر هو هيئة مستقلة يقوم على كافة شؤونه دون غيره وهو أيضا الذي نص على أن شيخ الأزهر غيق بالعزل هذا ليس مننا من أحد وإنما نحن أحرص ما نكون على أن يحتفظ الإمام الأكبر بمكانتها المستقلة لحفظ هذا الصرح الشامخ وأن يقوم إمام الأكبر شيخ الأزهر بتخويم الحاكم سهيب لم يكن من بين الذين تعرضوا للتسمم الغذائي أحد ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين هذا افتراض خاطئ تماما أنا طالب ساكن بالمدنة الجامعية وأتناول من أطعمة المدنة الجامعية وأصدقائي في المدنة الجامعية من طلاب الإخوان المسلمين وأصابهم من التسمم الكثير يعني أنا أرى أن الأمر أكبر من أن أتحدث عن أعداد تسممات من طلاب الإخوان المسلمين لأن طلاب الأزهر متسرون في كل الاتجاهات أنا بس أريد أن أسجل موقف سجلناه بعد الموقف الأول الذي اتخذه المجلس الأعلى للأزهر وأنا قلت صراحة أن فضيلة الإمام الأكبر تعامل بحكمة مع الموضوع وأن المجلس الأعلى للأزهر وقف على حقيقة الموضوع واعترف أن هناك إهماء الجسيم داخل إدارة الجامعة بالقارات التي جاءت مستجيبة وملبية لمطالب الطلاب بل وتزيد يعني أضاف المجلس الأعلى للأزهر في بيانه سلاس نقاط لم يكن يطالب بها الطلاب أضافها لحفظ أمن الطلاب والحفاظ على أرواح الطلاب وكما أن هناك أيضا أنا أيضا أشدت وأرى أن هناك نقطة لابد أن تسجل عندما قطع الإمام الأكبر زيارته لدولة الإمارات الشقيقة وجاء ليلبي مطالب أبنائه كهذا أيضا موقف يسجل لفضيلة الإمام لا أحد يزايد علينا فيه لا أحد يزايد على طلاب الإخوان المسلمين ولا أحد يزايد على جماعة الإخوان المسلمين في تقديرهم لمؤسسة الأزهر العريقة إنما نحن ما نتحدث عنه أنا قلت بواقع أني كنت مسؤول عن زملائي الطلاب للعامين الماضيين هناك إهمال جسيم نعم داخل المدينة الجامعية هناك إدارة الجامعة لم تكن تنهض لمشكلات الطلاب بالكفاءة يعني أنت لأن تقدم لنا شهادة حية من خلال وجودك سابقا في جامعة الأزهر هناك إهمال جسيم في التعاطي مع الطلبة سواء لناحية الأطعمة أو للأشياء أخرى أريد أن أسألك دكتور عبدالله النجار وحضرتك أيضا أستاذ في جامعة الأزهر من يتحمل هذه المسؤولية في هذا الإهمال الذي يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع هو الذي تثبت التحقيقات أنه هو المتسبف في الحادثة أو الواقعة نعم إنما رمي الاتهامات جزافا على المسؤولين أو على قيادات التعليم في جامعة الأزهر أو في مشيخة الأزهر هذا نوع من الظلم ونوع من الإجحاف ولا يجوز أن يتورط فيه طالب علم وأنا أرجو من الطلاب الذين يقولون إنهم من المنتسبين للإخوان المسلمين أن يكون ولاؤهم للأزهر أولا هذا ما يدعو إليه الإسلام الولاء للأزهر هو الذي يجب أن يكون له الأولوية عند هؤلاء الطلاب ومسألة الاتماء للجماعة وفرض أفكارها على الجامعة دكتور أنا سأدخل في هذا الموضوع بشكل مفصل دكتور أنا فقط في المحور الأول أريد أن أتثبت من بعض النقاط طبعا هناك اتهامات لجماعة الإخوان في المقابل هناك اتهامات للنظام الوطني أو الحزب الوطني السابق أو ما يسمى بالفلول على أنه يقف وراء هذا الموضوع بحسب ما يقول نائب حزب الوسط الدكتور عصام سلطان أو المهندس عصام سلطان أريد أن أسأل هنا في هذه الجزية هل يمكن أن تكون هذه مفتعلة من جهة سياسية داخل البلد بالأساس يعني أم أنه بالفعل نوع من الإهمال والفساد الإداري موجود داخل مؤسسة الأزهر هو الموضوع برمته يلفه الشك والارتياب وأهم ما يفيده أنه بعيد عن الحقيقة شيء غير مصدق الناس لا أصبحوا لا يثقون في وقائع التسمم هذه وقد تتكرر مرة ثانية وثالثة إلى أن يتحقق المطلوب الواقعة تحمل في طياتها عوامل تكذيبها طيب هل يعقل دكتور أن نطلق أحكام بهذا الخصوص وحتى الآن التحقيقات الرسمية لم تنتهي بعد أنا أنتظر التحقيقات والجميع ينتظرونها لأنها يعني غالبا ما ستدل على الفاعل الحقيقي لهذه الحادثة لكننا نتكلم عن الشواهد الظاهرة ومن حقنا أن نتناولها باعتبار أنها وقائع عام ما يمكن أن يعلق عليها أي إنسان إنما الكلمة الفصل في هذا الموضوع ستكون للتحقيقات ونحن في انتظار هذه التحقيقات على أحر من الجمر حتى يظهر الحق من الباطل في هذه الواقعة التي تكررت وقد تتكرر مرة ثانية إذن طبعا هناك اتهامات في بعض الصحافة المصرية للأخوان أو لمؤسسة الرئاسة للرئيس المرسي تحديدا بالوقوف أو بالمسئولية عن أحداث التسمم الغذائي في الأزهر الشريف للمرة الثانية على التوالي البعض يقول أن هناك خلافات داخل مؤسسة الأزهر مع مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بإدارة الحكم وبالتالي أيضا في العلاقات والسياسات الخارجية إلى أين بالفعل هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض وبالتالي تركت آثار على ما يسمى بالتسمم الغذائي هذه النقاط سنناقشها بعد الفاصل مع ضيوفنا أرجو أن تتفضلوا مشاهدنا بالبقاء معنا نحييكم من جديد مشاهدنا في حديث القاهرة نتحدث فيه عن حالات التسمم الغذائي داخل جامعة الأزهر والعلاقة ما بين الأزهر وجماعة الأخوان بشكل عام طرحنا التساؤل على الشارع المصري حول ما إذا كان ينظر إلى حالات التسمم الغذائي المكررة داخل جامعة الأزهر بأنها مفتعلة أم أنها تعود لأسباب مرتبطة بالسلامة العامة ومن يتحمل هذه المسؤولية وكانت الإجابات على الشكل التالي مش معقولة يعني 131 طالب كلهم حيتفقوا مع بعض أنهم مثلا يعملوا أزمة مفتعلة على شيخ الأزهر وكده يعني أنا بقولك اعتبارها مفتعلة طب ما تيجي تشوف الأكل يعني الأكل هو اللي هيثبت البيانات دي يلا تثبت التحليل يلا تثبت هي المشكلة كلها واضحة أن الناس اللي جوه مش مهتمين بالطلبة ولا مهتمين بالأكل بتاع الطلبة الأربع اللي معافلوا ده تسمموا ونزلوا البل فأنا نحن خدنا حاجة لنفسنا مشوكلين من مدينة تاني نفس الاستوانة اللي هي مشيين على يمي المرة اللي فاتت للمطالبة بيطاحت شيخ الأزهر فأنا شايف إن هي أزمة مفتعلة أنا شايف الموضوع ما ليش دعوا بشيخ الأزهر اطلاقها لأنني من صالح مين أصلاً شيخ الأزهر نحن نورد شيخ الأزهر أو أي حد يورد شيخ الأزهر في الموضوع دي شيخ الأزهر بييد عن الموضوع ده وبييد عن الكلام ده خالص زي ما الطلبة قالت بالزبط يعني حين اللقاء ما بين حاجتين ما بين هل هي مفتعلة ولا حقيقية لو مفتعلة حيبان ولو حقيقية حيبان أبدأ معكم الجديد إسلام فوزي هل تعتقد أنه هناك مخطط بالفعل لتشويه سمعة الشيخ الأكبر لخلافات سياسية وبالتالي أتت هذه الحادثة لتزيد من هذا الاتجاه أو لتدفع في هذا الاتجاه هو طبعا هو أول حاجة زي ما قلت لحضرتك إحنا أي طالب مصاب إحنا بأي مرض أو حصله أي حاجة في المدينة إحنا كلنا بنسنده ده أمر أفرغ منه المشكلة زي ما قلت لحضرتك مشكلة أنها محاولة استخدام الموقف وتسييسه لاتخاذ موقف أخرى تجاه الشيخ الأزهر وخصوصا أن بعد ما حضرتك شفت الشيخ الأزهر زهب الإمارات والكمية الترحيب اللي حصلت فالكلام ده كله بزيد حدة الموقف السياسي تجاه الشيخ الأزهر والدليل أن موضوع استقلال الأزهر الموجود في الدستور هو المفروض الموضوع ما يبقاش كلام على الورق بس يعني ما يبقاش الدستور بقول للشيخ الأزهر مستقل وبالتالي وفي نفس الوقت إحنا نطلع ونهاجمه ونبتدي نهاجمه ونحاول نشيله بأي شكل لأنه المفروض حتى لو إحنا عايزين نشيل شيخ الأزهر أن إحنا نحط قوانين وقواعد وضوابط لانتخاب شيخ الأزهر جديد زي ما بالزبط الدستور بنص على استقلال القضاء وإحنا شايفين في مصر القضاء عامل إزاي موضوع النائب العام يعني إحنا مشايزين نتطرق لموضوع أخرى جانبية بس إحنا الكلام عن الاستقلالية يريد ما يبقاش بس كلام على الورق يبقى تنفيذ في الواقع طيب تاني حاجة أنا عايزة أتكلم في موضوع الانتماء للأزهر اتفضل اتفضل موضوع الانتماء للأزهر نعم موضوع الانتماء للأزهر ده المفروض يبقى يعني مش موضوع اختياري على فئة معينة من المصريين إنهم يبقوا منتمين للأزهر أو لا الانتماء للأزهر ده واجب وطني على كل مصري سواء مسلم أو مسيحي لأن كلنا عارفين دور الأزهر تجاه الوطن وتجاه مصر في كل العصور لأن الأزهر مش مؤسسة مسكة سلطة أو مؤسسة بتسعى السلطة هي مؤسسة دينية وسطية بتدعي للإسلام السمح ولذلك لو احنا عايزين فعلا مصر دولة إسلامية مدنية يبقى المفروض أكتر حاجة نلجأ إليها في كل أمورنا الدينية هي الأزهر وبالتالي ما ينفعش إن احنا نطلع نهاجم الشيخ الأزهر وبرضو أنا عايز أأكد إن احنا مش بندفع عن شيخ الأزهر كشخص احنا بندفع عن الكيان والمكان ليس عن الشخص ما الذي يثبت لك إسلام على أن جماعة الإخوان المسلمين أنه تهاجم الأزهر الشريف وأمامي الآن تصريح لمن يعرف بأنه مفتي جماعة الإخوان وهو الدكتور عبد الرحمن البر وهو عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف يقول بالحرف الدعوات المطالبة باستقالة شيخ الأزهر غير مقبولة ويضيف إقالة شيخ الأزهر لا تنهي تلك القضية أي قضية التسمم الغذائي لأن المنتسببين فيها لم تتم محاسبتهم فعليا إذا كان الدستور الذي هو موضوع في زمن جماعة الإخوان المسلمين ينص على أن الأزهر جهة مستقلة أو مؤسسة مستقلة وشيخه لا غير قابل للعزل بأي صفة من الصفات ما الذي يثبت لك على أن جماعة الإخوان هي بالفعل تحاول إقالة الإمام الطيب؟ أول حاجة فاندم هو التصريحات التي تتقال في الإعلام غير الحاجات التي تتنفذ على الأرض الواقع بعد أي حال التسمم أول حاجة بيعملوها أنهم يعملوا مسيرة ويقفوا قدام الكاميرات ويهتفوا ضد الشيخ الأزهر يعني يوم آخر حدث التسمم ديت أنا كنت متواجد في المدينة الجامعية جامعة طلاب الأزهر وشفت الطلاب وكان فيه فعلا حالات إعياء والمفروض أننا كان قبل أن ندعي أنها تسمم نستنى تقرير الطب عشان نعرف التسمم ده كان نتيجة إيه ابتدى طلاب الإخوان مجرد وصول بعض كاميرات الشاشات التلفزيونية والقونات الفضائية يتجمهروا قدامها ويبتدوا يقولوا شيخ الأزهر إيه الحال ويبتدوا يتكلموا ويقولوا ألفاظ أنا ما قدرش أقولها على سيد رئيس الجامعة أنا مش معنى كده أن أنا بدفع عن شيخ الأزهر أو رئيس الجامعة لكن أنا بتكلم في الإسلوب اللي إحنا المفروض نتكلم فيه مع الناس دي تمام؟ تاني حاجة أن أستاذ عاطف فاروق رئيس كسم التغذية ومشرف التغذية في الساعة 12 الظهر قبل اليوم اللي كان قبل حدث التسمم على طول أن فيه مية فرد مية طالب وطالبة اقتحموا المطعم وحاولوا تكسير البيبان فقاموا العمال بفتح البيبان ليهم ودخلوا المطعم وكشفوا كل أواني الطعام وقاموا بتصويرها وصوروا كل الأماكن اللي بيتم فيها غسل الأواني دي وكان من ضمن الطلاب الطالب نائب رئيس التحاد طلاب مصر ورئيس التحاد طلاب جامعة الأزهر وابتدى ومشرف تغذية عمل مذكرة وهو من جماعة الإخوان المسلمين يا فانت ممكن تعطينا اسمه ورئيس كسم التغذية قدم المذكرة النائب رئيس الجامعة وتاني يوم يوم الثلاثة الصبح الساعة 7 الصبح قدمها في اسم الثاني مدينة ناصر فياريت زي ما احنا بنتكلم عن كل الجوانب وعن فساد الإدارة أو أن احنا طلاب جامعة الإخوان شايفين أن المدينة فاسدة وغير قادرين على إدارتها خليني أقف عنده إسلام لأتحول إلى سهايب عبد المقصود مدى صحة هذه الاتهامات بحقكم سهايب والله أخي إسلام بيقول أنه كان موجود عند المدنة الجامعية ولو موجود عند المدنة الجامعية أنا أتمنى أنه ينقل الموضوع كما حدث ما حدث أنا كنت أيضا متواجد في المكان تمت بالفعل هدفات لدفرية الإمام الأكبر أنا عاوزي أخي إسلام يقول لي الهدفات دي إلا عرفوا أن الطالبة مجموعة من الطالبة وقفت قدام الكاميرا بتهتف تدفضلت الإمام إيه الشيء اللي يثبت أنهم من طلاب الإخوان المسلمين في المقابل حضرتك نقلت تصريحات عضو مكتب إرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وتصريح المتحد السراسمي باسم الإخوان المسلمين وأنا في ليلاتها أصدر تصريحا بصفتي باسم التحديث بالطلاب الإخوان المسلمين لم نتعرض أبدا لفضلية الإمام الأكبر فكون إن حد يتاجه لمحاكمة النيات هذا أمر لا نسأل عنه الأمر الذي أريد أن أؤكد عليه أن هناك أخي الطالب أحمد عبد الرحمن هو رئيس نائب رئيس تحادة الله في جماعة الأزهر ونائب رئيس تحادة الله في مصر كان متواجدا بالفعل في المطعم يوم الحادث ولكن كان بصحبة محمد بدران رئيس تحادة الله في مصر وهو كان مدعوم من إخواننا في التيار الشعبي وكان مدعوم من كل القوى المدنية وكانوا موجودين للوقوف على حالة المطعم التي تتحسن نسبيا ولكن أثار هذا التحسن لم تنتهي بعد وبالتالي هناك إهمال وزيارتهم كانت تابعة هذا الإهمال سمعنا بس أسجل نقطة مهمة في نقطة أستاذنا لانتماء لمؤسسة الأزهر أنا بالفعل انتماء لمؤسسة الأزهر أقدمه على انتماء لإخوان المسلمين لأن مؤسسة الأزهر هي المظلة الشاملة التي تجمع شتات الوطن والإخوان المسلمين هم جزء من هذا الشتات وكذلك التيار الشعبي وكذلك كل الأحزاب وكل القوى السياسية الموجودة في مصر هذا يدفعني إلى سؤال السهل وعندما نختلف جميعنا نلجأ إلى الأزهر جميل بما أنك تقدم الانتماء للأزهر على انتمائك لجماعة الإخوان المسلمين أريد أن أسأل هنا هل جماعة الإخوان راضية الآن عن أداء الأزهر الشريف هل تعتقد أن هذه المؤسسة هي مؤسسة تتناسب مع مصر ما بعد الثورة أنا أؤمن تماما أن الفساد الذي حدث في مصر ما قبل الثورة من قبل النظام البائد طال كل مؤسسات الوطن لكني أؤمن أيضا إيمانا يقينيا بأن مؤسسة الأزهر بها من العلماء والمشايخ المخلصين من هم أقدر من أي فصيل سياسي على تلافي هذه السلبيات وعلى تطهير هذه المؤسسة من بعض الشوائب الموجودة فيها بالفعل ما يحدث داخل إدارة جامعة الأزهر هو حادث إهمال إداري نتحدث عنه مع احترامنا لأستاذنا الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر وإنما أتحدث عن نقطة إدارية حدث فيها خلل وعندما كنت أحدثه كريس تحط طلاب جامعة الأزهر كنت أقول له أن أحترم حضرتك ومكانتك العلمية ومكانتك العلمية كوالد لنا ولكن هناك خلل إداري واضح كان يتهم شيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر على أنه ينتمي إلى الحزب الوطني بل أنه كان جزء من لجنة السياسات في الحزب الوطني قبل الثورة هل جماعة الإخوان ليس لديها تحفظ على بقاء الطيب على رأس مشيخة الأزهر هذا سؤال واضح أظن جماعة الإخوان المسلمين ليست هي الفيصل في هذا الموضوع الإمام الطيب على مدار الأيام الماضية وحتى له مواقف إيجابية جدا في الثورة المصرية أظهرها وأبرزها وكانت مواقف إيجابية جدا يحمدها له الجميع هناك أيضا مواقف حدثت ما بعد الثورة وفي أحلى الظروف التي مر بها الوطن كان فرقاء الوطن الواحد لا يجتمعون إلا على طاولة مؤسسة الأزهر وكانوا يجتمعون بحضور فضيلة الإمام الأكبر فبالتالي أنا أربع بأن يكون المسجد الأزهر وأن يكون إمام الجامع الأزهر جزء في اللعبة السياسية وهو يربع بذلك والأزهر يربع بذلك عن هذا الأمر وكاني نتحدث أبدا هذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور عبدالله النجار إذا سمحت لي دكتور عبدالله إذا كان بالفعل هناك أزمة ما بين مؤسسة الأزهر أو ما بين الإمام الأكبر الطيب تحديدا وما بين جماعة الإخوان المسلمين أو رئاسة لماذا لم نسمع تصريح ولو واحد من قبل شيخ الأزهر يندد أو يعترض أو حتى يظهر استياءا من مؤسسة الرئاسة لا هو طبعا نحن نحترم الرئيس محمد مرسي ونعتبره الرئيس المشروع ولا نسمح بأن يتطاول عليه أحد ولا نتهمه بأن وراء هذه المظاهرات إنما نعتبر هذه المظاهرات التي تتطاول على فضيلة الإمام الأكبر وعلى رئيس جامعة الأزهر هي وقائح تحتاج إلى تحقيق لأنها خطيرة في دلالتها من ناحية إفساد جو التعليم الديني على وجه العموم لأن التعليم الديني يقوم على احترام التلميذ لأستاذه فإذا ما وجدنا طالب في المرحلة الجامعية يتطاول على رئيس الجامعة ويتحدث عنه وكما لو كان يعمل عنده أو على فضيلة الإمام الأكبر هذه ظاهرة تدل على أن تخريبا يراد لعقلية هؤلاء الطلاب وللنظام التعليمي الديني الإسلامي في الأزهر الشريف وهنا سؤال المطروح منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا المشكلة ليست مشكلة تربوية بقدر ما هي سياسية بحسب ما تقول هنا أريد أن أسأل من يقف وراء هذه الفعلة لتخريب النظام التربوي المعروف لدى الأزهر أنا أترك هذه الإجابة للتحقيقات التي ستسفر عن حقائق تلقي الضوء على هذه المسألة لكن أنا أرجو أن يكون الكلام الجميل الذي سمعناه من أبنائنا له ما يصدقه على أرض الواقع فهم يقولون إنهم يحترمون الأزهر ويعتبرون الولاء له والانتماء إليه والانتماء الأول نرجو أن يكون لهذا الكلام تصديق على أرض الواقع وكذلك أيضا الكلام الذي قيل عن فضيلة الإمام الأكبر يجب أن يكون له حظ مع رئيس الجامعة وهو أستاذ كبير وعالم جليل ما كان يصح من الطلاب أن يهتف ضده وأن يصل الأمر إلى حد وضعه في هذا الوضع الذي لا يصح أن يوضح فيه عالم مسلم الظاهرة بتتشابه مع ظواهر أخرى تبدأ بمسيرة ومظاهرة وتهديدات وهتافات ثم إملاء شروط حدث هذا مع القضاء وحدث هذا مع كثير من المؤسسات العامة وما يحدث في الأزهر يدل على أن هناك تشابه في مثل هذا الأمر الذي حدث من بعض الإخوة الذين ينتمون إلى اتجاهات سياسية معينة وأنا لا أريد أن أتهم أحد ولكننا نريد أن نضع الحقائق في مكانها الصحيح وأن نرتفع بالأزهر الشريف إلى المكان التي تليق به والتي لا يصح أن ينال أنا أسألك أيضا سؤال واضح وأنت من قلب الأزهر ومتخصص أيضا بالفكر الإسلامي يعني على الطلاع على طروحات الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي في مصر وبالتالي أيضا على الإسلام المعتدل المطروح من قبل الأزهر الشريف أريد أن أسأل هنا هل ترى أن هناك خلاف في الحقيقة ما بين ما يعني يطرحه الأزهر أو ما بين ما يطرحه الإخوان المسلمون الآن في الشارع المصري وما بين توجهات الأزهر الشريف الأزهر الشريف يرتفع فوق هذه الخلافات السياسية ولا ينظر إلى مآرب السياسة ولا يعتبرها ويعتبر الإخوان المسلمين فصيل من فصائل الوطنية المصرية ويتعاون معهم على هذا الأساس وبالتالي ينظر إليهم كما ينظر إلى غيرهم من بقية القوى الوطنية ويعطي كل اتجاه حقه في العمل الوطني وفقا لما ينتهي إليه صالح هذا البلد العبرة بالمصلحة العامة وما يتحقق منها على يد فصيل معين ولا يفرق الأزهر في المعاملة بين فصيل وآخر بل يقف على مسافة واحدة من جميع الطيارات السياسية والوطنية على أرض مصر بعد الفصل مشاهدين نتحدث عن الدور الداخلي والخارجي للأزهر الشريف لسيما بعد زيارة الإمام الأكبر إلى الإمارات والتي اعتبرها البعض وكأنها ردا على الرئاسة وعلى جماعة الإخوان المسلمين لأن العلاقة متأزمة كما يقول البعض بين الإخوان وبين الإمارات هل بالفعل أن هناك تنافس ما بين الأزهر الشريف وما بين جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالسياسات الخارجية بعض الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا نحييكم من جديد مشاهدين أتحول إليك صهيب عبد المقصود لأسأل طبعاً حادثة التسمم الغذاء حصلت في نفس الوقت الذي كان فيه الإمام الأكبر يكرم في الإمارات وجميعنا يعلم أنه في حالة من التأزم على الأقل إعلامياً الآن ما بين الإمارات وما بين مصر وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين هل يمكن أن يكون هناك رابط بالفعل بين الأمرين أنا لا أجد أي رابط في الأمر أولاً يعني ما حدث في جامعة الأزهر لم تكن حدثت التسمم الأخيرة ليست جديدة هناك حوادث حصلت على مدار شهر واحد داخل الجامعة بداية بتسمم ما يقارب من الطالب ومن ثم وفاة اختنا غادة فكري في الجامعة في مدينة البنات إسرى حادث سيارة أمام المدينة وبعدها وفاة زميلنا أحمد ألباز في كلية الهندسة في قبل الحادث بحوالي ثلاثة أيام نتيجة إهمال طب داخل المدينة الجامعية ومن ثم كانت حدثة التسمم الأخيرة التي أصيب فيها ما يقارب من 170 طالب من طلاب جامعة الأزهر أنا في الحقيقة لا أريد أن أعقد مقارنات سياسية بالوضع لأني متوجد في المدينة الجامعية ولأني داخل أسوار المدينة الجامعية أرى أن هناك حوادث يومية وكما قال أستاذنا الدكتور عبدالله ربما تتكرر حوادث ولكن أنا أقول ربما تكرر حوادث بسبب الإهمال بالفعل هناك إهمال واضح وصريح يعني أحد الزملاء في التقرير طلب من قناتكم المحترمة أن تقوم بالتسجيل داخل المدينة الجامعية أنا واثق أنه لو تم تسجيل ما يقدم للطلاب داخل المدينة الجامعية هو أغلبوا عيب في الجودة ليس عيب في الموازنة عندما يقوم الطاهي لا يلبس جوانتي هناك تلوث غزائي لا يقوم بطهي الطعام بالصورة جيدة هذه كلها مشاكل إدارية لا تحتاج إلى أموال ضخمة وإنما تحتاج إلى أن خالف العمل فقط دعني أوضح تساول بشكل أكبر جميل ليس مقارنات سياسية ولكن باعتبارك تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين حصل مؤخرا انفتاح في عهد مرسي باتجاه إيران كان هناك موقف صلب من مؤسس الأزهر بالانفتاح على إيران هل أنتم ما تعقيبكم تقييمكم لتصريحات الإمام الأكبر في عدم الانفتاح على إيران أعتقد أن الإمام الأكبر لم يصرح أصلا بعدم الانفتاح على إيران وإنما صرح بأن هناك بوابط لابد أن تكون في العلاقة لطبيعة المزاهب لطبيعة المزاهب ما بين الشعب المصري وبين إيران وهذا أمر واجب الاحترام الإخوان المسلمين في الصلب منه والأزهر الشريف عندما يصدر قرارا أو عندما يصدر الأزهر الشريف تنبيه معين علينا جميعا أن نحتيمه الأزهر هذا كما قلت هو المظلة التي تجمع شتات الوطن وبالتالي ليس لدينا موقف الرئاسة المصرية كما انفتحت على أمريكا وكما انفتحت على الدول الأوروبية جميعا فتحت على إيران كشريك في المنطقة والأزهر الشريف استقبل رئيس إيران عند داخل المشيخة وصرح كما صرح السيدنا الدكتور حسن الشافي في المؤتمر الصحفي بما له وما عليه الأزهر الشريف لا يحابي أحد ولا يتحدث بمهادنة مع أحد وإنما يقول حق صريح ونحن نريد أن يبقى الأزهر على هذا الحق الصريح وإن شاء الله سيبقى وبالتالي نحن كجماعة الإخوان المسلمين حيصين على أن نلتزم بما يمليه علينا ضميرنا الإسلامي داخل مصر وفي العالم أجمع وهو الأزهر الشريف جميل يعني حتى أبرئ ذمتي سهيب حتى أبرئ ذمتي يعني أنا هذا الكلام ما قلته من نفسي وإنما لبعض ما يقال في الصحافة المصرية على سبيل المثال وأتواجه إليك بسؤال دكتور عبدالله النجار الكاتب منصور أبو العزم في صحيفة الأهرام يقول يريدون إبعاد الرجل الطيب لأنه يرفض التقارب الذي تقوده الرئاسة مع إيران ويصر على أن علاقات مصر مع السعودية ودول الخليج العربي الأخرى أهم لمصر كما أنه يرفض بعض مشاريع قوانين مجلس الشورى إلى ما هنالك يعني العلاقة والانفتاع على إيران جزء أساسي من أزمة موجودة بين الأزهر وما بين الرئاسة كما يقول الكاتب هل تؤيده في ذلك والله أنا أعتبر أن موقف الأزهر موقف مبدأي هو لا يعني يتقرب لجهة على حساب جهة أو لا يبتعد عن جهة على حساب جهة وإنما كما قلت هو يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج إنما الوضع كما يعني تشاهد حمال أوجه ويستطيع كل واحد أن يقرأه وفقا لما يتصوره ففيه نتائج تجيب على كل تساؤلات بالنسبة لمن يطلب هذه التساؤلات الذي يفسره على أنه ضد الإخوان المسلمين يمكن أن يجد إجابة في هذا الأمر والذي يفسره على الموقف الذي أراه أنا وهو الموقف المتساوي والمحايد من جميع القوى السياسية يمكن أيضا أن يجد هو الآخر إجابة شافية له في هذا الأمر فالأحداث حمالة أوجه لكن الذي أؤكد عليه أن الأزهر ليست له مصلحة عند أحد المصلحة التي يتغياها الأزهر هي المصلحة الوطنية الخالصة وبرأيك هل الإخوان مصلحة عند الأزهر وحمل رسالة العلم الوسطي إلى كل العالمين منذ أن بدأت رسالته وإلى أن تقوم الساعة ولا يجوز لأحد أن يعطل الأزهر عن رسالته في هذا المجال جميل جذب الأظهر إلى انتماء معين أو محاولة السيطرة عليه فيه إفساد لتلك الرسالة الأبدية دكتور هذه الكلام في العموم وستظل إلى يوم الدين جميل هذا كلام في العموم أنا سألتك هل ترى أنه للإخوان المسلمين رغبة في السيطرة أو الهيمنة على الأزهر أنا لا أتحدث الآن عن الأزهر أسأل عن جماعة الإخوان كمتابع كمراقب نعم أنا ألاحظ ذلك أو ربما أفهم هذا التوجه من واقع الأحداث أنا أفهم هذا التوجه طيب إسلام أريد أن أسألك إسلام فيما يتعلق بطبعا التقييم للعلاقات وحضرتك أشرت قبل قليل على أنه زيارة الإمام الأكبر إلى الإمارات أيضا كان لها دور ربما في الأزمة التي حصلت مؤخرا هل تقرؤون أنتم في التيار الشعبي وحضرتك عضو لجنة الطلاب بالتيار الشعبي على أنه الانفتاع على الخليج أو الحفاوة الخليجية بالإمام الأكبر هي بسبب موقفه المتشدد من إيران والذي فيه إزعاج لمؤسسة الرئاسة في مصر هي تمام هو طبعا زي مولت لحضرتك في بداية اللقاء الاستقبال للشيخ أحمد الطيف في الإمارات كان لي رضي فعل حيات عند الإخوان المسلمين لأن حضرتك عارف أن العلاقات متأزمة مش بين الإمارات ومصر بين الإمارات والإخوان المسلمين لأن دولة الإمارات والمصريين وعلاقاتها بمصر هي علاقة أكبر من أنها تتأزم بسبب مشاكل بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين تاني حاجة أنا أحب بس أكد على موضوع أن الموضوع يبتدى يسيس لخدمة فصيل معين للسيطرة على الأزهر لأن زي ما قلنا دايما الإخوان المسلمين يعني باللاحظ أو إحنا في الطير الشعبي أو كطلبة باللاحظ أنهم يظهرون عكس ما يبطنون يعني قبل كده أستاذ صهايب في مداخلة تليفونية قال أن رئيس التحاد أسيوت منتمل جماعة الإخوان المسلمين ورئيس التحاد أسيوت كان مرشح قدام أحمد البقري اللي فاز أحمد البقري في أكثر من اللقاء معايا أكد لي أن هو شايف أن الشيخ الأزهر مليئة بالفساد وأن الحل لها أن الشيخ الأزهر يقال وأن هو شغال على كده ويحاول يعمل دواب بكل الطرق الممكنة طيب أريد منك تعقيب صهايب لأنه في اتهام مباشر أنتم تظهرون خلاف ما تبطنون هذا يعني أخوي إسلام لا أدري لماذا يستمر في محاكمة النيات أنا أمامك أقول كلام واضح وصريح وأنا المتحدث من طلاب الإخوان المسلمين أخوي أحمد البقري هو رئيس التحاد طلاب جامعة الأزهر وليس حاضرا ليقول هل ما قيل صحيح أم خطأ إنما أنا كطلاب إخوان المسلمين حريص على هذه المؤسسة وتاريخ يسبب ذلك لم يظهر التاريخ موقف واحد يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين جاءت بديلا للأزهر أو غيره ولا أحد ولا الإخوان ولا غير الإخوان يستطيع أن يكون بديلا لمؤسسة الأزهر بانفتاحها الشامل هذا على الجميع إنما انفتاح على دول الخليج من قال أن الإخوان المسلمين على عداوة من دول الخليج وأن خليج على عداوة مع الإخوان المسلمين هذا غير صحيح أنتم ترحبون نائما بما يقوله رئيس شرطة دبي ضحي خلفان عبر تويتر تجاه الإخوان والذي كان آخر تغريدة له أنكم جماعة ماسونية هذا شخص يمثل نفسه من يمثل العلاقة الإماراتية هو رئيس الإمارات ووزير خارجاتها والمسؤولين فيها هذا شخص مختص بالشأن الداخلي داخل الدولة الإمارات وأنا أربع بنفسي أن أتحدث عنه ولست في هذا الصدر إنما أريد أن أؤكد أن الأزهر الشريف عندما يذهب إلى الخارج ويأتي بمكسب إلى مصر وفقط هذا أمر نحمده جميعا والطلاب عندما ومنهم الزميل أحمد البقري عندما ذهبوا لفضيلة الإمام الأكبر عندما تفضل وقطع زيارته حرصا على روح أبنائه الطلاب جاء الزميل أحمد البقري أول ما حدث فضيلة الإمام أنه هنأه أولا على الجائزة التي حصل عليها شكرا جزيلا لك سهيب أنا أسف على المقاطعة شكرا جزيلا لك سهيب عبد المقصود متحدث رسمي باسم طلاب الأخوان المسلمين شكرا لك دكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريع والقانون في جامعة الأزهر شكرا لك إسلام فوزي رئيس الاتحاد طلب الطلاب حلوان وعضو لجنة الطلاب في أتيار الشعبي كل الشكر والتقدير مني ومن فريق البرنامج مشاهدين على حسن متابع إلى اللقاء اشتركوا في القناة